عناوين الأخبار الإثيوبيين والذوية للصول الإثيوبية في أنحاء العالم سيقومون اليوم بمظاهرات تحت شعار يرفعوا أيديكم عن إثيوبيا وزير الرئيس السوداني الأسبق يصف تصريحات وزير الخارجي المصري حول سد النهضة بأنها رجوع للحق السلام عليكم مشاهدين الكرام إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الأثيوبي أقدم عليكم فورك آنس قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجي الأثيوبي دم كما كنا إن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الأثيوبي سيتم حسب الموعد المقرر له كما وافق عليه مجموعة البحث العلمي الوطني للدول الثلاثة جاء ذلك في اجتماع ناقشه نائب رئيس الوزراء عبر الإنترنت بعنوان الاستخدام العادل للنيل ودور سد النهضة الأثيوبي الكبير في التعاون الإقليمي وأضاف دمك أن إثيوبيا تثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات في الوصول إلى نتيجة ترضي الأطراف الثلاثة وأكد مجدداً اقتناع إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية وأضاف أن مصر والسودان يحاولان ممارسة ضغوط غير مضرورية على إثيوبيا من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الدول الثلاثة وتم تنظيم الندوة عبر الإنترنت من قبل السفارة الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة بالإشراك مع وزارة الخارجية الإثيوبية وقال دينغ داو دينغ نائب وزير الخارجية ومسؤول التعاون الدولي في جنوب السودان الذي حضر الاجتماع إن صد النهد هو مشروع سلام وسيعود بالفائدة على الجميع في المنطقة وأضاف أن برلمان بلاده سيصدق قريبا على الإطار التعاوني لنهر النيل استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيد دمك مكونن في مكتبه الخميس حميدو نورو حميد المدير المعين حديثا لمكتب برامج الأغذية العالمي والممثل لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وهن نائب رئيس الوزراء برامج الأغذية العالمية على فوذه بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في دعم الأشخاص المعرضين للخطر بسبب النزاعات التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية كما أشهد بالدور الذي يقوم به برامج الأغذية العالمية في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضرين في إغليم تيجراي من خلال رفضهم تسييس الأمور دون داع كما دعا دمك عن العمل من أجل تلبية احتياجات الناث في الجولتين الأولى والثانية من الدعم الإنساني في إغليم تيجراي وخطة تنفيذ المرحلة الثالثة قريبا ودعا المجتمع الدولي في النهاية إلى تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات المتضرين في الإغليم بالشكل المناثب وفي معرض تغديره للدعم المستمر من المؤسسات الحكومية في إثيوبيا قال حميد نورو إن برامج الأغذية العالمي سيواثل العمل مع الحيئات ذات الصلة للوفاء بمسؤولياته وفي مناغشته أوضح المدير أيضا تجربة المنظمة التعاونية مع وذارة التربية والتعليم في إثيوبيا في تسجيل نتائج مشجعة لبرامج التغذية المدرسية في البلاد أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة السادسة القادمة ستعقد في الواحد والعشرون يوليو يونيو عام 2021 وثبغ للمجلس أن قرار إجراء الانتخابات الوطنية السادسة في الخامس من يونيو حذيرانه قبل أن يعلن الأسبوع الماضي تأجيل الاختراع لمدة تصل إلى ثلاثة أثابع وفي بيانه اليوم صرح المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة القادمة ستعقد يوم الاثنين الواحد وعشرون من يونيو عام 2021 في المناطق التي تم فيها تسجيل الناخبين الأثيوبيون والذوي الأصول الأثيوبية في أنحاء العالم سيقومون اليوم بمظاهرات مدتها ساعة ضد التدخل الأجنبي تحت شعار ارفعوا أيديكم عن إثيوبيا وتم تنظيم هذه المظاهرة بنشاطاء المجتمع والفنانين والجمعيات المدنية تحت شعار الكرامة الوطنية في الوحدة وسيشارك في هذه المظاهرات الإثيوبيين وزوي الأصول الإثيوبية في كل من إثيوبيا وأوروبا والولايات المتحدة ويظهرون تضامنهم لإثيوبيا من خلال معارضة التدخل الأجنبي قال منصق البرامج أبي تادلاء إن الحدث سيقام اليوم من الساعة العاشرة إلى الحادي عشر تحت شعار ارفعوا أيديكم عن إثيوبيا بمشاركة الإثيوبيين وزوي الأصول لإثيوبيا وفي برامج مدة ساعة واحدة ستردد شعارات بعنوان الكرامة الوطنية في الوحدة ارفعوا أيديكم عن إثيوبيا ويجب احترام سيادة إثيوبيا أوقفوا التدخل في إثيوبيا لا يمكن لأي قوة تمنعنا من إكمال الجولة الثانية من ملئسة ضنهد الإثيوبي الكبير وأن الانتخابات قضية داخلية وغيرها من الشعارات وقعت دارة مدينة أديس أبابا مذكرة التفاهم مع شركة وادي السدر للاستثمار التجاري المحدودة لبناء مساكن سكنية ووفقا لمذكرة التفاهم سيبنى وادي السدر 30 ألف منذل بتكلفة منخفضة في مدينة أكاك الفرعية في الجولة الأولى بدعم من الإمارات العربية المتحدة وفقا لمكتب السكرتيري الصحفي لمدينة أديس أبابا وأضاف المكتب أن الاتفاقية وقعتها نائبة عمدة مدينة أديس أبابا أدانش أبابي وموثل الشركة عبر اجتماع افتراضي وقالت أدانش بهذه المناثبة أن إدارة المدينة تنفذ مخططات إسكان مختلفة لمعالجة مشاكل الإسكان في المدينة وقالت أن إدارة المدينة تعتذم بناء أكثر من مليون منذل بتكلفة منخفضة على مدى السنوات الخمسة المقبلة في مشروع مشترك مع شركات محلية وأجنبية قامت الإدارة ببناء أكثر من 300 ألف منذل سكني في السنوات الستة عشر الماضية وأضافت أن بناء 139 ألف منذل إضافيا قيد التنفيذ في المدينة أوضح وزير الرئيس السوداني الأسبغ الدكتور عثمان التوم بأن مصر لا ترغب في قيام صد النهضة ليس بسبب التخزين بل أنه يسمح للسودان بالتوثيع في الذراعة واستخدام كامل حصته في مياه نهر النيل مستبعدا بذلك بأن تقوم مصر بضرب السد ورجح أن السودان سيقف ضد هذه الخطوة لأن السد يحقق مصالح كثيرة للسودان عبد الرحمن أمين لديه المزيد ما زال الموقف المصري مرتبكا مع تباين كبير في التصريحات حول الملء الثاني لخزان سد النهضة بين الضرر وعدم الضرر حيث تضاربت وتعارضت تصريحات المسؤولين المصريين بين تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي صلح بعدم تضرر مصر من الملء الثاني وبين تصريح السفير أحمد حافظ الناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية والذي صرح بعكس ذلك فقبل أيام أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية وتستطيع مصر أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردها المائية وجاء الرد المرحب من الخارجية الإثيوبية على لسان المتحدث الرسمي للوزارة السفير دينا مفتي بأن إثيوبيا ترحب بتصريحات وزير الخارجية المصري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني وأكد أنها وإن تأخرت ستصب في مصلحة البلدان الثلاثة لكن في المقابل صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية رفض بلاده لأي إجراءات أحادية على حد زعمه قد تتخذها إثيوبيا في مشروع سد النهضة بما في ذلك الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري مفندا تصريحات وزير الخارجية سامح شكري والتي لم ينضي عليها أكثر من يومين ومن جانبه وصف وزير الرئيس السوداني الأسبق الدكتور عثمان التوم تصريحات وزير الخارجية المصري حول سد النهضة بأنها رجوع للحق وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحيفة التيار السودانية أن السنوات الخمس الماضية شهدت فيضانات أعلى من المتوسط ووصل مجمل الزيادة عن المتوسط في هذه الفترة إلى 74 مليار متر مكعب أي ما يعادل سعة بحيرة سد النهضة وكشفت توم عن أن فيضان العام الماضي حقق زيادة عن المتوسط بحوالي 24 مليار متر مكعب ذهبت كلها لبحيرة السد العالي مما يعني أن مصر يمكن أن تعوض عن فاقد مياه الملء الثاني التي تبلغ 13.5 مليار متر مكعب من فائض مياه فيضان العام السابق وذهب الوزير السابق إلى ما هو أبعد من ذلك حيث ذكر أن حتى الملء الثالث الذي سيجري في العام المببل والذي يبلغ 10.5 مليار متر مكعب لن يؤثر على حصة مصر المائية وأوضح أن مصر لا ترغب في قيام سد النهضة ليس خوفا من شح قد يقع في الموارد المائية بل لأنه يسمح للسودان بالتوسع في الزراعة واستخدام كامل حصته في مياه النيل مما يشكل منافسة سودانية اقتصادية قوية لمصر في المنطقة واستبعد الدكتور عثمان أن تقوم مصر بضرب السد مرجحا أن السودان سيقف ضد هذه الخطوة لأن السد يحقق مصالح كبيرة للسودان قال السيد ياسين أحمد رئيس المعهد الأثيوبي للديبلوماسية الشعبية في مداخلة أجرها مع قناة الحرة الأمريكية حول صد النهضة الأثيوبي قال إن هناك تضارب وتعرض تصريحات مواقف المسؤولين المصريين حول الملء الثاني لصد النهضة الأثيوبي وما ذال الموقف المصري مرتبك حول تباين الآراء والتصريحات حول الملء الثاني لخزان صد النهضة بين الضرر وعدم الضرر حيث تضاربت وتعرضت تصريحات المثؤولين المصريين بين تصريح معالي وذير الخارجية المصري سامح شكري الذي صرح بعدم تضرر المصر من الملء الثاني وبين تصريح السفير أحمد حافظ الناطق الرسمي لوذارة الخارجية المصري الذي صرح بعكث ذلك من جهة ومع تصريحات بعض النخب من المصريين في مراكز الدراسات المصرية التي تدعم صانعي القرار السياسي في الدولة المصرية من جهة أخرى أما الإعلام المصري فهو في واد آخر ويغرد دائما خارج السرب أنا أعتقد الآن هذا التطور الجديد من قبل الأشقاء في مصر التي تمثل في تصريحات سيد معالي ووزير خارجية سيد سامح شكري هي كانت متوقعة وهذا المفروض يكون من أصل كسبا للوقت فبالتالي أثيوبيا الآن ترى أن كل الخلافات لا بد تفريق بين المسار الفني الذي هو أصل الخلاف والقضايا القانونية والسياسية في الفترة الماضية تم تسييس القضية أكثر من النظر في المسار القانوني وأنا أعتقد الوفد الرفيع لأمريكا الذي تمثل في المبعوث الأمريكي للقرن أفريقي ونتائج زيارته للمنطقة بداية بمصر مرورا بإيرتريا والسودان وانتهاء بأثيوبيا هذه كلها ساهمت مع المجتمع الدولي في التركيز على حسم الخلافات الفنية وإرجاء القضايا القانونية والسياسية لما بعد الملء فأنا أعتقد الملء الثاني لتصريحة المصرية الآن أثبت صحة موقف أثيوبيا وكذلك الاتحاد الأفريقي فبالتالي هي الآن الملء الثاني لن يضر بمصر وسيتم في موعده التقى السفير نبيات جيتاتشو سفير إثيوبيا لدى الجزائر مع سعادة السفير دكتور ماندي سعد المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الجزائرية وركزت مناغشتهما على تبادل وجهات النظر حول القضايا السنائية والأقليمية المتعددة الأطرف وذات الاهتمام المشترك وخلال الاجتماع أطلع السفير نبيات المدير العام على عملية البناء ومفاوضات الخاصة بصد النهض الأثيوبي وعارب عن التذام إثيوبيا الراسخ بالحوار مع دول المصب لمعالجة مخاوفها وتحقيق نتيجة مفيدة للطرفين وبشأن الأوضاع في إقليم تيجراي أوضح السفير التذام الحكومة بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الإقليم وإتاحة الوصول غير المغيدة للمنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام واستعدادها للقيام بعمل مشترك في التحقيقات وفيما يتعلق بمسألة الحدود بين إثيوبيا والسودان شدد السفير نبيات على ضرورة احترام السودان لمذكرات عام 1972 والحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي كما أطلع السفير نبيات المدير العام على التذام الحكومة واستعداداتها للانتخابات الوطنية السادسة المقبلة وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات السياسية والتشريعية على مدى الثانوات الثلاثة الماضية لخلق ظروف مواتية للانتخابات أكثر تنافسية ومن جانبه أشار السفير ماندي ساعد إلى أن الجزائر تطرأث مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر ما يؤكد عظم الجزائر على إجراء حوار ومفاوضات لدفع جنة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي قالت وزيرة الصحة الدكتورالية تعدثة أنه يتم تحقيق نتائج مشجعة في قطاع الصحة في ولاية بنشانغل قمز ووفقا للوزيرة فقد تم بذل جهود لذيادة عدد الأسر النموذجية في مجال استخدام النموذجية والصرف الصحي بصورة صحيحية وصرحت الوزيرة خاصة للمساء المبزولة في تحسين الخدمات في مركز الصحي بأسوسا في قسم المختبرات والتحاليل الطبية وقسم علاج الأمهات والأطفال وقالت أن تقديم بنك دم أسوسا ووكالة الأدوية بالإقليم بما في ذلك إمدادات الدم بالإقليم وتنثيق الجهود لتوفير الرعاية الصحية لولاية أوروميا المجاورة من الأعمال التي تعطى آمال وعدة وقالت أنه علم من خلال الذيارة أن الخدمات المجانية المقدمة للأمهات والأطفال خلقت ضغوطا على المؤثثات قال رئيس مكتب الصحة الإقليمي بولاية بنشانغ القمز فقالوا رقاسا أن تحسين خدمات مركز الصحي جاء عبر التنصيق المتكامل للأعمال وأوضح رئيس مركز الصحي هالفوم ردى أن المركز الصحي حقق نتائج خاصة منذ عام 2009 بسبب العمل على أساس الشكاوي والتظلمات التي يرفعها المجتمع منذ ذلك الحين افتتح يوم أمس برج مراقبة الحركة الجوية الذي تم بنائه بالقرب من مطار بول الدولي بحضور كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيه موزيرة النقل الإثيوبية السيدة داكماويت موغاس كلف البرج أكثر من 48 مليون بر والذي شيدته شركة تشيدي للاتصالات الصينية والحكومة الإثيوبية وقال وزير الدولة بوزارة النقل السيد جيتاهون جوفي بهذه المناثبة أن برج الحركة الجوية الجديدة سيكون له أهمية كبيرة في تسهيل النقل الجوي الآمن والموصوق تم افتتاح ميناء لامو بحضور الرئيس الكيني أهورو كينياتا والذي يعتبر جزءا من المشروع المشترك بين إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وبعد إعلان الرئيس كينياتا ببدء ميناء لامو بدأت السفينة الأولى باستخدام الميناء ومن جانبه قال الرئيس أهورو كينياتا إن بناء ميناء لامو سيخلق المزيد من فرص العمل من خلال ربط دول شرق إفريقيا الثلاثة في قطاع التجارة والخدمات وحث باقي المشروع على الانتهاء من بنائه وخلال حفل التخرج قال السفير لدى كينياما للعالم إن إثيوبيا ستقدم مثاهمة ضرورية لإنجاح المشاريع الضخمة ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من الثفارة الإثيوبية في نايروبي إن افتتاح الميناء جنبا إلى جنب مع افتتاح طريق نايروبي مويالي أديس أبابا وافتتاح مشاريع أخرى سيعذذ علاقات بين البلدين شاهدنا الكرام قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين الأثيوبيون والذوية لصول الإثيوبية في أنحاء العالم سيقومون اليوم بمظاهرات تحت شعار ارفعوا عيديكم عن إثيوبيا وذير الرئيس السوداني الأسبق يصف تصريحات وذير الخارجية المصرية حول صد النهضة بأنها رجوع للحق شاهدنا الكرام بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي كنتم معكم أفور كيهانس وإلى اللي أقاق اشتركوا في القناة